الآن هذا الشكل أوسوسكور الذي اتلمنا عنه وهذا هو البلوك دياغرام مع الكمبونت الذي موجوده بيه وهذه هي الاتفلحون تاين بيز ويفوم اللي هي الاسبوت موف اكروز سكرين يعني تخلي تحرك النقطة او الاشارة الاسبوت هذه عبر السكرين وقلنا يحركها بسرعة ثابتة يكون المسح يكي تطلع الاشارة او السيقنات تطلع منتظم ما بيتشوهات وتطلع شكل واضح طيب انه يسير بسرعة ثابتة للمسح مالتا ايضا هاي الاتفلكشن وهذا كل البلوك دياغرام الآن قد ترفعوا تقرير بسيط جدا خط اليد يكون مثلا تعرف من خلاله الباور يعني مثلا هذا الفاكشن ما لكل زر موجود هنا موجود تعرف لي شن الفاكشن ماته شن وظيفه ماته مثل نعم يشغل ويطفي ممتاز تكتبه مختصar المصر تركز فتح وتركز هذه تركز و Éx تركز وتكتبه تركز وتركز هاي ethnicity ماذا يساعدكم إذا كنتك مصمم إليك الترونيك؟ ماذا يساعدك على هذا؟ ماذا يفعله عن طريق الترونيك الشبكة السيطرة؟ ماذا كان في فولت؟ سالبية لماذا سالبية موجبة؟ لكي تدفع الأكترونات لما تنشحن أو تقلل المنوع تسمى التراكت التراكت الطيب ماذا يفعله؟ ماذا يفعله؟ مفتاح الجهد يقسم يغير حجم الإشارة رأسياً يعني تزغرها الإشارة تزغرها الإشارة ماذا يفعله؟ تقللها أو تكبرها لأن الإشارة صغيرة من بين واضحة تقبلها يعني مربعات هذا يجعله يعني الكل مثلا إذا كانت ميلي فولت فش يسوي على مطلعها؟ فهو مو تطلع لك أقل مربع مربع تحاول كل مربع تضطي مثلا 0.05 يعني تطلع لك مربعين الإشارة واضح؟ فهذا يسموه يغير الإشارة حجم الإشارة تقلل 1 أو 2 تقلل 1 أو 2 هو إظهار أو إخفاء إشارة على القنوات يعني بعضها تحتاج قنات واحدة وقنات ثانية يعني مدخلين واضح الـ AC و DC تحديد إشارة داخلة هل هي Direct Voltage Alternative Voltage هل هي AC متناوبة أم هي مستمرة الـ Ground هذا الموجود هذا إشارة تمام؟ طبعا دوره بالإنترنت يشوف بعض الأشياء بكتب كده حسنا حسنا الـ Time Division نفس الشيء يتحكم بعرض الموجة أفقيا لكن يتحكم كونترول يعني الـ height of signal أو عمودية رأسية بفاعها لأن هذا يتحكم بعرضها أفقيا width of signal or by horizontal حسنا حسنا الـ X Y يعمل على رسم بشكل يخلط الـ Channeling معا مدوس يطلع لك الـ Channeling يخلط الـ Channeling مدوس 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 يحاول أنه تثبيت الإشارة تثبيتها العطاق المدوس مدوس بـ Channeling المدوس مدوس تقدم مدوس سوف نشرح هذا ما فائده مهم لأنه الإشارة أبدأ أرسهم لحظة دخولها يعني عندما أطلق إشارة يجب أن تزامن يعني يزامن عمله ويدخول الإشارة سوف تتلقوا عن التنمية وبعض هذا أرسوسكوب طبعا هذا 20V و 0.2V هذا ما نقصر بالكالبرايشن هنا أخذ مننا قبل أن نعرف هذا المضبوط لا هنا يضطي 5V مضبوطة نرى هل هو فعله وندخلها عن طريق السيل الواير مع الأوسوسكوب وعنهم تشايف الواير مقطوع أو لا وبنفس الوقت أيضا أنت تحاول تضبط الأوسوسكوب يعني ودخلها على واحد من المضبوطة من المضبوطة من المضبوطة وعنده ذلك تضبط على هذا المقدار على 2V يعني تضبط من المضبوطة وعندما تشتور وعندما تشتور وعندما تشتور وعندما تشتور وعندما تشتور واضح؟ قلت لكم في المحارة فيديو السابق أنه يوجد استخدامات الأوسوسكوب نعم يوجد استخدام الأوسوسكوب واستخداماتك لطيفة جدا هو أنه ما لديك طبعا إذا تتخدم تشتور أو تتخدم تشتور أو تتخدم تشتور تجيب لاقط تتخليه على أحد قنوة تشتور وتصدر صوت الصوت الذي سيطلع لك سيطلع لك أنه شكل موجب نبضة هذا الصوت يرتد بحائط مثلا يرتد فعند ذلك يسجل نبضة أخرى هذه المسافة بين النبضين يعني الأكس أو بين التايم يطيك زمن الذهاب والإياب وعضح؟ وبمعرفة المسافة أنت تعرف المسافة تنديمك بين حائط ما تشتور مسافة تشمتك وعندما تتطلع المسافة وعندما يطلع صوت الصوت واضح؟ هذا أحد استخدامها الآن نأتي على بعض الملاحظات بالنسبة الكائل الأوسيسكوب بالأحرار يعني لو تجي عليه هذا هو تركيبة هذا الشكل وهذا الشكل هذا فالأوسيسكوب هو قبل قلنا عنه مالتفاز القديم الملون هذا التفاز الملون يستخدمون به كويل بينما الأوسيسكوب ليس له كويل السبب هو أنه الكويل هذا ينطش به ملفات الحراف يطل الحراف يوصل 120 درجة طبعا 120 درجة ينطي هذا على اعتبار أنه يمسح يمسح يعني نقلل لك صورة أوضح بالشاشة وكذلك هذه الحراف قلنا يصل 20 درجة بينما بالنسبة الأوسيسكوب بسبب أنه أكو البلايت موجودة به يقلل حراف مصطعي درجة طيب سنستخدم هاي البلايت بالتلفاز لا لأنه الكويل هذا الذي يطل 20 درجة ينطي ممكن بهذه الطريقة تعمل شاشة على الكويل مقدار 25 بوصة وعمقه 30 سنتيم يعني شون عمق الهمب الهمب أقصد ليها الحدبة هاي 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 30 سنتيم بينما الأوسيسكوب لو صنعت التلفاز من الأوسيسكوب من البلايت هذا عفوا من البلايت هذا أول شيء على هذا الواح لح تصطدم الستريم مالاكتوناتي تصادر تصطدم هاي يعني يعني ليش ليش تصدم الألواح لأنه قلني الحرافة يويد 15 بلا ما نحتاج أحرافة 120 درجة على متغطة 360 كل الزاء الشاشة طيب زين لو أنت استخدمت الألواح بدل الكويل ما تحتاج 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 أنه التلفاز هذا ما يتح يكون العنق هذا الهام الحجبة واحد متر أكثر من متر أكثر من متر أكثر من متر حتى لا يوجد تلفاز لازمة أو LCD يعني كان قبل رهاية وشغلناها صعبة حتى بعض الشاجات المال الحاسبات القديمة الموجودة عندكم ستشاهدوها أيضا تكونوا في هذه السيرة تكون كافة على يوتيوب طيب ولهذا استخدموا أصبحت الشاشة مالتها في هذه السيرة شاهدوها ثمانية في عشرة يعني شخصة ثمانية عشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة ثمسة ستة سبعة ثمانية أثنين واضح ما يتجاوز هذا ليش ما يتجاوز انه بلايت موكورة يعني لقيت لك سؤال يشوي واضح ما يتجاوز ليش ما يتجاوز انه بلايت موكورة يعني لو قلت لك سؤال يشوي بلايت موكورة يستخدموا بلايت موكورة عشرة ما يتجاوز لكي هم تكن عصورة اروضا هذا هو ايدي هذا هو يمتلك موكورة بدهم بالطسطة و هذا برايتم بالطسطة عن استخدام قريب واضح بالنسبة الولد ديفيجن ها به key voltage key مفتاح للجهود طبعا change size of signal vertically فكل عمودي هاي اشارة هاي اشارة هاي اشارة هاي يعني شوية اولحة باش يسوي اكبر التاني ديفيجن في سلطة اشارة اطلع هاي تقلق ها تسلطة اشارة اطلع هاي تقلق اوكي او عندي اشارة متين اطلع فيه شوفو نامور زايرة ما اعرف باش يسوي اكبر او اقول لا هاي تقلق او اطلع 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 بس شو عموديا عموديا ممكن تكون هايج فقط بعدها غيث ثنيا تحسب التردد وش يسوي تكبرة هذا فهي يصير بها يسير بها يسيره يكبر بعد يحسب من خلاله مثلا حسب تستخدمه اوكي في تريغل قلنا مهم هذا جدا انه خليك عامة سينكرونيزيشن في الإشارة الداخله ومعه يرسم أصغير يرسم من طبة إشارة وعندما تكون إشارة يرسمها عامة الزقار يقدم على القدحة طيب هل هي مثل إظهار وإشارات بعض وبعض وكذا هذا مهم هذا هذا مفتاح ليه مهم؟ بالبداية انت عندك ميزان تتوزن نفسك ماذا تفعل؟ الصفره تخلي عصره يعني ضبطه تفعله أو تفعله كذلك أوسسكورد قبل ما كل شيء تدوست تتاقب من هنا فورتي أو 2 فورت أو 0.2 فورت وتأخذ السلك أو السلك التي تستخدمها للقياس أوسسكورد وتدخلها على واحد من الناس وتقيسها المفوضة 2 فورت تطلع 2 فورت إذا طلع أقل لا تنزلها ثبتها على 2 فورت وبعدين تشتغل التطبيق عامة كالبرايشن واضح نزبل المعايرة السمي معايرة الجهاز واضح وانا سطلت تقريبا حوالي نصف الفكشن مع البوتون انتوا بعد يعلقون تطلع لا تنزل لا تنزل داخل